هيكل لرسالة رسمية كما هو مبين طبعا الرقم رقم الهاتف المرفقات عندما يكون هناك مرفقات التاريخ المرسل إليه عنوان المرسل إليه التحية الافتتاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع الرسالة المختصر المفيد للرسالة التحية الختامية شاكرين ومقدرين الرمز يأتي على اليمين صورة من المرفقات أو صورة لو كان هناك استعانة بالصور الاسم التوقيع طبعا المرسل وتوقيعه والمسمى الوظيفي لأنه من الضروري في حالة الرجوع إلى المرسل والمرسل إليه هناك موضوع آخر اللي هو الجوانب الموضوعية في كتابة الرسالة الجوانب الموضوعية في كتابة الرسالة هناك جوانب فنية جوانب شكلية هذه جوانب موضوعية طبعا يقصد بالجوانب الموضوعية للرسالة هي طريقة وأسلوك كتابة الرسالة كيف تكتب الرسالة ما هي آلية كتابة الرسالة مدى ما تترك الرسالة من انطباع طيب في نفس القارئ مبنية على الجوانب الموضوعية في كتابة هذه الرسائل العلاقات والصلات المستقبلية بين المرسل والمستقبل يكون مبنية على الجوانب الموضوعية الجوانب الموضوعية ضرورية في الرسالة فالرسالة كما نعلم هي وسيلة اتصال فعالة هادفة إذا ما أحسن إعدادها إعداد جيد فأسلوب الرسالة من حيث الوضوح الصدق الدقة الترابط له دور أساسي وكبير لا تقل أهميته عن الجوانب الفنية التي تم دراستها والتي تم مناقشتها هذه الجوانب الموضوعية مهمة تعطي شكل رسالة القوة تعطيها القوة والموضوعية من بين هذه الجوانب أولا السهولة والبساطة ما هي السهولة وما هي البساطة السهولة والبساطة معا يمكن أن تكتب الرسالة بلغة سهلة واضحة سليمة يفهمها حتى الإنسان البسيط الإنسان العادي أن نبتعد عن الكلمات العامية أو الفصحة التي قد يكون لها أكثر من معنى هذه هي السهولة والبساطة لأن أحيانا هذه الكلمات التي تحمل أكثر من معنى قد تؤدي إلى سوء فهم الرسالة وبالتالي لم تحقق هذه الرسالة أهميتها ثانيا هناك الوضوح يجب أن تكون واضحة clear should be clear ما هو الوضوح؟ وضوح الرسالة يعني أن كل جملة فيها يجب أن تحتوي على معنى كامل جملة مفيدة بحيث يعبر عنها بالكلمات المناسبة والبسيطة خالية من التعقيد والغموض لا يجوز أن يكون هناك غموض في الرسالة حتى تحقق الرسالة الهدف منها فالرسالة يجب أن تكون محددة واضحة الهدف يجب أن تصاغ بطريقة سليمة يجب أن تكون المعاني رقيقة بعيدة عن عملية الحش لأنه قد تؤدي إلى سوء الفهم وتؤدي إلى عدم تحقيق الرسالة لهدفها طبعا هناك أيضا القوة ما المقصود بالكوة ليست لغويا هي الكتابة بلغة عربية سليمة واضحة خالية من الأخطاء نتجنب الأخطاء اللغوية استخدام الكلمات القوية المؤثرة المعبرة التي تعطي مفعول في نفس القارئ وخاصة التي تكون محددة ومركزة لذلك يجب الابتعاد عن استخدام الكلمات والعبارات الرقيقة الغير معبرة والتي يمكن أن تحمل أكثر من معنى وتثير الشك والغموض لذلك قد يشعر الشخص متلقي الرسالة باللا مبالاة نتيجة عدم قوة الرسالة وبالتالي قد يؤخر الرد فقوة الرسالة من قوة المرسل الاختصار الاختصار هو الاختصار المفيد للرسالة لجمل الرسالة كما ذكرنا سابقا من أجزاء الرسالة الموضوع ما هو الموضوع؟ أنك تختصر الرسالة هذه بما هو مختصر مفيد هو الكتابة بإيجاز في صلب الموضوع بحيث نختار الكلمات والجمل بطريقة دقيقة معبرة تؤدي بشكل مباشر إلى المعنى المطلوب والابتعاد عن التكرار نبتعد عن التكرار والحشو إلى آخرين والكلمات الغير معبرة الكلمات التي تحمل أكثر من معنى المهم عملية اختصار لهذه الرسالة بشكل أو بآخر بحيث تكون معاني مختصرة مفيدة وتحقق الغرض من الرسالة عندنا اللطافة اللطافة هو أن تكون الرسالة لطيفة لطيفة بمعنى بعيدة عن الكلمات والعبارات الجافة التي تدل على الحقد العنف العداء أو تنطوي عن خبث تحايل أو مواقف سلبية ذكر عيوب إلى آخرين فالرسالة اللطيفة تكون مبنية على معاني لغة مهذبة محترمة بين الشخصين بحيث تكون العلاقة بينهما ودية والتعامل معهم ودي هذا يؤدي إلى تنمية العلاقات الودية بين الأطراف من مرسل إلى مستقبل حتى بين الشركات والمنظمات ترجمة نانسي قنقر